بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة نتكلم فيها عن الدعاء وعن فضل الدعاء وعن أهمية الدعاء وحينما نستعرض أدعية القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن كثير من الأدعية وجعل هذه الأدعية على لسان الأنبياء بعض الأدعية في القرآن يحكيها ربنا سبحانه على لسان الأنبياء الكرام لنتعلم كيف دعا هؤلاء الرسل الكرام ونتأسى بهم في دعائهم ما أجمل أن تقرأ القرآن وأن تتستلهم كيف دعا نبيه من الأنبياء ماذا قال لربه وماذا أجابه الله في دعائه ونتوقف عند بعض أدعية الأنبياء الكرام نتوقف عند دعاء نبي الله يوسف عليه السلام حين يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ولنتأمل هذا الدعاء فهو يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله يقول رب قد آتيتني من الملك فقد ملكه الله سبحانه وتعالى وجعله في عزة بعدما كان في شقاء وعناء رب قد آتيتني من الملك وهذا شكر لنعمة الله وعلمتني من تأويل الأحاديث شكر بعد شكر فاطر السماوات والأرض ثناء على الله سبحانه وتعالى أنت يا رب الذي فطرت السماوات والأرض خلقتها دون سبق مثال يحتزى فاطر السماوات والأرض أنت ولي لا ولي لي غيرك أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة توفني يا رب مسلما وألحقني بالصالحين إذا توفيتني فتوفني على الإسلام وألحقني بالصالحين من عبادك المؤمنين فانظر إلى عظم المعاني وانظر إلى عظم السناء على الله سبحانه وتعالى وانظر إلى اختيار الألفاظ واختيار المعاني والدعاء وهذا سر عظيم في استجابة الدعاء فقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقف الشفاعة العظمى أن الله سبحانه وتعالى يلهم الخلق حينما يشتد بهم الموقف أن الأنبياء هم كانوا الوسيلة بين الله وبين خلقه فلا حل للخلق إلا أن يلجأوا إلى الأنبياء فيذهبون إلى نبي الله آدم ثم إلى نبي الله نوح ثم إلى نبي الله إبراهيم ثم إلى نبي الله موسى موسى ثم إلى نبي الله عيسى كل يعتزر ثم يذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكي يشفع إلى فصل القضاء لكي يشفع لفصل القضاء بين الخلق في موقف الشفاعة العظمى قال صلى الله عليه وآله وسلم فأسجد تحت العرش ويلهمني الله تعالى بمحامد لم يلهمها أحد من خلقه فهنا عظم الثناء على الله عظم الحمد لله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واسأل تجيب فعظم السناء على الله وعظم الدعاء لله هو سبيل من سبل استجابة الدعاء وقد فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما مر فوجد رجل يسجد وهو يثني على الله ويقول يا من لا تخفي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره فأعجب صلى الله عليه وآله وسلم بسنائه على ربه وأعطاه صلى الله عليه وآله وسلم وزن نوات من ذهب مكافأة له على عظم السناء على الله فما أجمل أن نغتنم دعاء الأنبياء في القرآن وأن ننتهي جهاز النهج وأن نحسن السناء على الله وأن نتعلم من دعائهم وأن نجعل هذا الدعاء على ألسنتنا نلهج به ليل نهار فإنه سبيل من سبل استجابة الله دعاءنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سبحانه وتعالى كريم وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة